بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله رح تكون محاضرة عن الـ Types of Epidemiological Studies رح نبلش بداية نستعرض أنواع الـ Epidemiological Studies وبعدين رح نحكي عن الـ Descriptive Studies والمحاضرة الجاي إن شاء الله رح نبلش بالـ Analytical Studies أخذنا بالمحاضرة السابقة كيف أنها الـ Descriptive Epidemiology بتتخصص أكتر بي اللي هي إنها تحكي لنا عن الـ Distribution للـ Disease according to Time Place Person وممكن مثلا نصير فيها حساب الـ Rates إذا كانت الـ Data متوفرة ممكن نعمل comparing لهذه الـ Rates ممكن كمان يكون عنا بس count لـ Cases إذا ما كان في عنا اللي هو الـ Denominator عنا واضح وآخر شيء إحنا بنستفيد من Descriptive Epidemiology إنه نعمل إشي اللي هو Generating للـ Hypothesis أوكي بينما بالـ Analytical Epidemiology إحنا رح نعمل Testing للـ Hypothesis اللي اقترحناها ونعمل Implementing للـ Actions اللي هي مثل Controlling or Prevention شرحنا عن هاي المواضيع تم حسا بالنسبة لـ Descriptive vs. Analytical الـ Analytic سوري الـ Descriptive هو عبارة عن Activities related to characterizing the pattern of disease occurrence in terms of person, place and time وهاي نستفيد منها بـ Generating للـ Hypothesis أوكي سو يعني هي بتفيدنا أننا نعرف الـ Characteristics داعة هذا الـ Disease أو Distribution According to person, place and time بينما بالـ Analytic هي عبارة عن Activities related to identifying possible causes for the occurrence of the disease اللي هي حكينا اللي هي بتساعدنا أن نعرف determinants لهذا الـ Disease عن طريق اللي هي testing لهذه الـ Hypothesis تمام Descriptive Epidemiology اللي هي strength and limitations أول strength من Descriptive Epidemiology هو أنها inexpensive تمام فبالـ Descriptive أنت لا بتحتاج لها مثلا أنه أنت تعمل تجارب ولا بتحتاج مثلا أنك تعمل دراسات for long period of time ولا بتحتاج مثلا أنك يعني بتجيب عينة من الناس أو يعني مثلا مثل ما بيصير بدراسات الأدوية أنهم يستدعوا ناس ويصيروا مثلا ممكن يدفعوا لهم مصاري لحتى يظلوا متابعين معهم أو مثلا برضو كمان ما بتحتاج مثلا أنك ضلك تتنقل من مكان لمكان لحتى تعمل هذه الدراسة فهي يعني يعني تعتبر طبعا ممكن تحكوا لي أنه إذن عملت هاي الدراسة على مستوى مثلا المملكة كاملة هذة هذة أنواع أخرى من مثلا دسكريبتف إبديميولوجي بس كل الدسكريبتف إبديميولوجي يعتبروا مقارنة بالأناليتك إبديميولوجي تايم سيفينج تايم سيفينج يعني كتير بفرق بالدسكريبتف إبديميولوجي لأنه يعني غالبا إحنا شو بنعمل مثل السيربيز مثلا أوكي يعني أنا سكت هذا اللينك ووزعته على جروب من الطلاب الإشي كله مش رح ياخد 5 منت إلى 10 منت إلا الكل مثلا 400 طالب يمعبيلي هذا السيربي وهيك بكون أنا خلصت عينتي يعني ففعليا أنا ممكن جمعت هذه الديتا كلها خلال 10 دقائق وخلصت تمام طبعا هذه يعني كأبسط أمثلة لكن هي أحيانا بتحتاج مثلا شهر أو شهرين بالماكسموم أنك أنت تعمل ديتا كوليكشن بينما بالاناليتك ستاديز مثل ما رح نشوف مثلا بالكوهورت أحيانا ممكن تمتد لسنوات هذه الدراسة وبرضو بالأكسبريمنت ممكن تمتد برضو لسنوات الدراسة فالدسكريبتوف إبديميولوجي يعني دائما فيها تايم سيفنج ونطلع بالآخر يعني بنتيجة ممكن نستفيد منهم دسكريبين للديزيز باترنز وهذه حكيناها الفورميليت ريسيرت كوستشن ريسيرت كوستشن أكيد أخدت يعني اطرقت له بالبيوستات اللي هو نفس مبدأ الجنريتين هاي بوثيس أنت بجنريتين هاي بوثيس اقترحت فكرة مثلا حكيت إنه المرض مثلا مثلا الكورنري هارد ديزيز لها علاقة بمثلا الارتفاع الالدي اوكي فإنت هذا يعني يعني سجشن أنت اقترحته فهي ساعدتك إنه تعمل هذا الريسيرت كوستشن فبدأ تصير تحكي مثلا إنه هل ارتفاع الالدي يؤدي إلى الإصابة بالكورنري هارد ديزيز أو لا فبناء عليها رح تعمل الريسيرت تبعك وحكينا إنه يعني هاي من يعني أهم الميتيشن بالدسكريبت في إبديميولوجي اللي هي إنه ما بتقدر تعمل تستينج للهيبوثيز طبعا حكينا إنه أصلا ما فيها كومبريزن جروب تمام فصعب أنت إنك تعمل مقارنة ما بين المصابين وغير المصابين أو ما بين اللي تعرضوا للإكسبوزر واللي ما تعرضوا للإكسبوزر ففعليا أنت بس عم توصف الحالة العامة فقط لغير فصعب جدا إنك تعمل تستينج للهيبوثيز اللي أنت شاك فيها أو عم تقترح ها تمام سو الدستريبيوشن للمرض أول شغلة اللي هي طبعا دول الدستريبيوشن بنقدر نوصل لهم عن طريق اللي هي دستريبيوشن مثل مثلا how common is the disease تمام اللي هو رح نحكي عنهم الاندميك والإبديميك والباندميك who هل في اختلاف بالأماكن اللي صار فيها هذا المرض مثلا ممكن صار بمناطق الأغوار فقط ممكن صار بمناطق الصحراوية فقط لا غير ممكن صار بكل مكان في المملكة فهذه بتساعدنا بنا نعرف أكتر عن المرض متى صار هذا المرض اللي هن اللي حكينا عنهم في المحاضرة السابقة لكن اليوم راح نشوفهم كمان مرة أوكي اللي هادي بنستفيد عن طريق descriptive epidemiology أول شغلة اللي هي أن يكون هذا disease endemic تمام الاندميك المقصود فيه يعني أنه هذا المرض دائما موجود في هاي المنطقة وهي معروفة بوجود هذا المرض فيها تمام يعني اللي هو بالعربي بحكوله المتوطن يعني هذا المرض دائما موجود في هاي المنطقة تمام مثل مثلا عنا بالأردن كوتينيوس ليش من ياسيز تعتبر endemic بالأردن في مناطق أخرى ممكن مثلا الديارية يعتبروها endemic بمناطق مثلا تانية ممكن يكون عندهم الهمراجيك فيفر endemic ما إلى ذلك أوكي فبتنوا حسب اختلاف هذه المناطق فكل مكان هذا ودايما عم بيصير constant presence ونعتبره endemic بينما the epidemic the occurrence of disease at a higher level than normally expected in a population the epidemic هو يعني بمصطلح تاني اللي هو out break تمام فمثلا إذا أنا كنت عم براقب حالات chicken box عندي بالأردن ففي ففي اشي اسمه اللي هو المنحنة الوبائي عندي المنحنة الوبائي مثلا بالمنحنة الوبائي عنا بيكون في مثلا هيك أوكي فبيكون في عندي upper limit و lower limit هدولا ال upper وال lower limit أنا استنتجتهم من مين من الدراسات السابقة اللي عملت على هذا المرض أو surveillance اللي كنا احنا شغالين فيه على هذا المرض وغالبا هاي بتكون يعني أرقام وطنية تمام ناتج عن التبليغ من كل المراكز الصحية في المملكة فعندي upper limit و lower limit أي إشي بطلع عن هذه ال upper limit اللي هون تمام نعتبره epidemic أوكي بس طالما الإشي عم بيصير بهاي المنطقة يعني أنتم فاهمين علي بين هدول القوسين تقريبا أي إشي بيصير بهاي المنطقة هذا بنعتبره عادي و normal occurrence أوكي يعني هو أبدا مش epidemic يعني هذا الوضع السائد في هاي البلد أوكي تمام لكن مثلا إذا صار في عندي إذا صار في عندي فجأة مثلا هذا المرض كان ماشي عادي مثل الترند العادية لكن فجأة طلع طلع ورجع نزل أوكي أو ممكن لساة ونزل لكن اكتشفنا في هاي المنطقة اللي هي البيك هون نعتبر هذا المرض هذا epidemic تمام إنه هو صار بشكل أكتر من الريجن مثل مثلا عدة الدول مع بعض ممكن لا بلش عم ينتقل كل الكونتيننت لكل القارة أو مثلا ممكن يكون وورد وايد مثل ما صار بالكوفيد 19 اللي هي انتشرت على كل العالم وما في دولة إنه ما سجلت حالات من الكوفيد 19 فهذا المقصود بالبانديميك أوكي تمام descriptive epidemiology بالنسبة للperson هون إحنا حكينا بالمحاضرة السابقة إنه هدول الديزيز يعني أو بالأحرى أي ما بيصير at random ومش كل الناس الموجودين عندي بالpopulation ممكن يصير عندهم هذا المرض فعهذا الأشي بيتمد على إنه في عنا variation للأكيرينز regarding الpersonal characteristics أوكي فهذه الpersonal characteristics هي اللي بتحدد إنه هل رح يصير هذا المرض عند الشخص أو ما رح يصير أول شغلة هي exposure to causal factor تمام حكينا إنه مثلا مثل infectious disease إذا ما كان عندي الاجent ما رح يصير هذا المرض تمام وبالنسبة مثلا للنسي ديز إنه رح يتجتمع عن عدة factors مع بعض لحتى يصير عندي هذا المرض الشغلة الثانية هي susceptibility to cause factors susceptibility هي يعني المقصود فيها اللي هي هل الشخص هذا مهي الظروف تاعته إنه يصير عنده المرض هذا أو لا أوكي وآخر شغلة اللي هي the need for some level of both susceptibility and exposure طبعا دائما يعني لازم يصير فيه عنا زي ما بتحكم موازنة ما بين الشغلتين فممكن مثلا هذا الشخص التعرض له مثلا high dose من infectious agent لكن susceptibility تاعته كانت very low لأنه هو vaccinated هذا الشخص فهيك ما رح يصير عنده هذا ال-infection أوكي فدائما لازم يكون في عنا some level of both من susceptibility مع exposure مع بعضهم أوكي تمام من ال-personal characteristics اللي بتحدد عنا susceptibility لهذا ال-person اللي طبعا نقدر نعرفها من descriptive epidemiology مثل أول شغله ال-age ال-age دائما أكتر شي لنا يعني ال-extreme ages دائما لها علاقة مع low immunity تمام فهي ممكن تتعرض أكتر لل-infectious diseases مثلا إذا كان في مرض عنا منتشر أكتر في الفئة الشباب ممكن هون نحكي إنه إله علاقة ممكن تكون ب-behavioral act بتتعلق أكتر بالشباب مثل مثلا مثلا sexual activities اللي بتكون أكتر مثلا في بعض الشباب فممكن تؤدي لانتشار ال-AIDS أكتر بفئة هدول الشباب تمام أو مثلا ال-Human Populoma Virus مثل مثلا اللي هي ال-Ununprotected sexual intercourse فهدول أكتر بيكونوا متعلقين بفئات الشباب لكن ال-Extreme عنا بيكونوا مور vulnerable لانتشار لانتشار لأنهم بيعتبروا لأنهم بيعتبروا الرئيس هذا الرئيس أكتر بهم يعني بالدول اللي فيها عدة رئيس لكن احنا بالأردن يعني تقريبا لكل رئيس واحد بس في عنا بمناطق اللي هي الغور الصافي وهدول ممكن يكون في عنا اللي هو الرئيس التاني اللي هو ال-Africa تمام لكن احنا كلنا رئيس واحد الجندر طبعا في عنا الميل والفيميل وأكيد يعني في أمراض بتصير هون وأمراض بتصير هون وأكتر شي مثلا اللي هو ال-pregnancy بالفيميل وبرضه ممكن نعتبروا أنه بيزيد ال-vulnerability لهذه الفيميل أنه يصير عندها infectious diseases أو diseases الخاصة بال-pregnancy وال-labor وهذه الشغلة المريد ال-status برضو مريد أو مريد تفرق في مثلا مثل ال-STDs أوكي ال-education حكينا عن هذا ال-education وال-income اللي هو reflect the nutrition وال-crowding مثلا ممكن يعطينا فكرة عن ال-social economic class وآخر شيء ال-occupation أنه في عنا بعض الأمراض لها علاقة ب-occupation معينة تمام هسا آخر الثلاثة هدول ال-education وال-income وال-occupation هدول ال-three personal characteristics can reflect the social economic class in general تمام فمش بس ال-income لحاله اللي ممكن مثلا أنه يفرجيني هل هذا high social economic class أو low فهن الثلاثة مع بعض هدول بقدروا يفيدوني بمعرفة social economic class لأي شخص تمام فهذه عنها يعني ال-main personal characteristics اللي إذا عبيتوا survey من قبل تقدروا تتذكروا أنه إنتوا نسألتوا عن هدول الأشياء في هذا survey اللي هن نعتبرهم ال-main demographic features اللي ممكن نسأل عنها بأي survey وبعد نصير نربطها مع ال-research question اللي إحنا عم نحكي فيه تمام هون عنا مثال على descriptive epidemiology in regards to person فهون توزيع الحالات according to age لمرض TB تمام في هذا كان في ال-US فعم بنشوف low count of cases لحد عمر 25 لل-44 صار في عنا sudden increase in number of cases بعدين رجع يعني عم بقل مع مرور الوقت فهذه كيف ممكن إحنا نفسرها أول شغلة ممكن نحكي إنه إنها علاقة بال-long long-latent period between infection and clinical symptoms skews toward later life تمام اللي هي هادي حكينا أنه occurring with long period اللي من قبل حكينا عنها اللي هي secular trends أو التفسير التاني اللي هي حكينا لل-extreme ages بتكون يعني عندها low immunity فبتكون أكتر عرضة للأمراض تمام برضو طبعا الإصابة مثلا بال-DM ممكن تزيد susceptibility ل بعض الأمراض و decline immune function associated with normal aging may make them more susceptible هي حكينا هال extreme ages برضو بتصب برقم 3 فإذا بنتظل على هدول 1 2 3 4 يعني ممكن أنت تحكي أنه ممكن يفسروا الدق اللي هو ال-part chart اللي إحنا شفناه هون وال-sudden increase بال-count of cases لكن اللي بتفسر مية بالمية هذا الدستربيوشن اللي إحنا شفناه هو آخر نقطة اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اسمها ال-birth cohort effect تمام فهدول الناس اللي عمرهم ما بين 25 وال-44 هدول ال-birth cohort لما كانوا بعمر صغير كانوا بفترة تعرضوا كلهم لل-TB تمام مع مرور الوقت صارت الأعراض تظهر عندهم بفترة اللي هي من العشرينات لعمر ال-44 تمام فهدولا بنعتبرهم كلهم paired cohort واحد وتعرضوا لنفس الظروف وتعرضوا لل-TB بفترة صغرهم وبعدين لما كبروا صار عندهم هاي الأعراض فهذا هو أفضل تفسير لل-part chart أو distribution اللي شفناه من شوي تمام ال-pair cohort effect مثل مثلا انتو مثلا تعتبروا cohort واحد وكل اللي دخلوا بسمتكم نعتبرهم هدول pairs cohort واحد اللي نولدوا كلهم بال بالسنة اللي انتو نولدتوا فيها تمام فهذه هي فكرة ال-pair cohort effect فال-pair cohort effect احنا عرفناها عن طريق انه عملنا distribution according to who gets the disease اوكي تمام descriptive epidemiology in regard to place هون عم نحكي عن where are disease rates highest فمثلا هل هذا الانتشار بيكون اكتر بالمناطق الجبلية بالمناطق الصحراوية بالرورل بالايربان فباعتمد على انتشار يعني هل هذا المرض يعني بفرق انتشاره بالمكان does the disease rate vary by country region etc فهي بتعطينا ايحاء بالانتشار للمرض في البلد تمام فمثلا من الفوائد الانتشار الامراض انه نتحكم نصير بالvaccination program تبعنا فمثلا احنا للان بالاردن بنتعم بالPCG اللي هو تاعت TB وانطعم OPV اللي هو والIPV اللي هو اناكتيفيت بوليو باكسين تمام احنا بنطعم هدو الثلاث انواع ليش لانه احنا لساتنا بمنطقة الامبرو اللي هي الريزن تاعتنا بالWHO لسا البوليو عنا ما خلص اوكي ما صار الرياديكيشن لكن مثلا لما نحكي عن اليو اس اليو اس بطلوا يطعموا للPCG اللي هو TB وبطلوا يطعموا الOPV لكن لسا بطعموا الIPV تمام فبطلوا يطعموا الOPV لانه هن منطقة البوليو فاكسين عندهم ارادكيت 100% اوكي فبطعموا الIPV على اساس انه اي شخص ممكن ينتقل لمكان تاني انه يكون اميون اغانست البوليو فمثلا انتشار المرض في الاماكن ما هي ممكن يساعدنا بتحديد الvaccination البروغرام الشغلة التانية ممكن يساعدنا بالcontrolling ميجرز اللي احنا نعملها فمثلا لما نحكي عن المسكيتوز المسكيتوز ممكن تكون اكتر بالاماكن اللي فيها اللي هي البرك الماي الاماكن اللي فيها حرارة عالية فبنصير نعمل controlling measures بهاي الاماكن اكتر من غيرها وهكذا فهي يعني بتعطينا فكرة عن distribution لهذا المرض according to place اللي ممكن يوضح لنا الاجرات اللي احنا لازم نعملها اكتر تمام الدسcriptive اكتر لتباً 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 حسنا التباً حكينا انه هو بالساكلر تريند وبيضل يعني لفترات طويلة من الزمن طبعاً هذا الاشي بسبب طبيعته انه هو بيضله latent وبعدين بيصير له activation فبيضل فترة انتشاره لفترة طويلة من الزمن بس اللي ممكن يختلف بالتباً اللي هي الفاتلتي لهذا التباً اللي ممكن تقل مع الوقت بسبب يعني وجود الأدوية و يعني اختلاف طرق العلاج ليلة فلما نحكي عن التايم في حكينا عن هدول التريند اللي هي أول شغلة الساكيرال التريند اللي هي long term occurrence of disease over a long period of time decades or years وحكينا كمثال اللي هو التباية seasonal trend اللي هي medium term variation in occurrence by seasons of the year like مثلا diaria disease which increase during summer يعني كل السمر بيكون في عنا increasing lot diaria بعدين بتبلش ادخل في كل ما خفى درجة الحرارة بتقل diaria diseases الساكيرال التريند اللي هي epidemics of disease اللي بتصير بناء على الـ events اللي بتكون موجودة واللي بيعتبرها دائما short term short term ليش لانها يعني اعتبرها epidemics طار فترة صغيرة مثلا ممكن شهر وبعدين قل على طول مثل مثلا انه فتحة المدارس انتشر عنا chicken box بنتشر chicken box مدة شهر مثلا وبعدين بتخف الحالات عنا على طول فعشان هيك نعتبرها short term تمام لانها دائما زي ما حكينا متعلقة بوجود event هذا event صار بيصير عنا المرض بعدين بيروح المرض اوكي types of epidemiological studies طبعا في عنا عدة classifications ل epidemiological studies اول واحد اللي هي descriptive studies والanalytical studies وممكن كمان نحكي لها اللي هي observational studies and non observational studies الanalytical studies رح نحكي عنها بالتفاصيل الobservational studies اللي هي المقصود فيها اول شغلة descriptive studies تمام كلها تعتبر observational studies والcohort prospective studies اللي هي جزء من الanalytical studies تمام والcase control retrospective studies برضو نعتبرها من observational studies بينما non observational studies هي experimental studies اللي هي interventional studies فتوقع الفرق ما بين observational non observation من خلال هاي الامثلة صار واضح اللي هو بالobservational أنا شو بعمل only observing the occurrence of this disease تمام فأنا ما بغير أي إشي في هذا ال exposure لل risk factors أو أغير مثلا إنه occurrence of cases أغير ال persons اللي بيصير فيهم هذا المرض أنا هون ما بصيب أفدا ولا أي إشي أنا only observe the occurrence of the disease or the exposure to risk factors تمام بينما اللي هي non-observational هون أنا عم بعمل intervention فهون أنا عم بحدد مين اللي بتعرض مثلا العلاج اللي أنا بدي أختبره مين ما بتعرض أوكي فهون أنا يعني عملت intervention لل sample الموجودة عندي تمام فبطلت observation study صارت عنا non-observational اللي هي مثال عليها experimental studies تمام هذا الفرق عنا ما بين observation studies و non-observational studies في مثال آخر اللي هو يعني بال experimental studies الفكرة إني أنا أعمل allocation for the exposure تمام so I'm the one who is responsible to allocate the exposure بينما بال observational أنا أبدا ما بعمل هذا الإشي هذا بالنسبة ل observational studies حكينا و non-observational studies فيه كمان تصنيف تاني لأكبر شوي اللي هو عم نحكي عن quantitative studies و qualitative studies اللي اللي هي بتتعامل مع أرقام اللي هي بندرج تحتها descriptive studies والanalytical studies وال qualitative studies اللي هي بندرج تحتها مثل مثلا focus group discussion اللي هي ما بيكون فيها أرقام بيكون فيها يعني أسئلة وإجابات من الأشخاص اللي أنت عم تحكي معهم تمام هذا ممكن كمان أنتو تلاقوا هاد ال type of studies ok تمام نرجع للموضوع اللي هو رح نحكي فيه بالمحاضر اللي هو types of descriptive studies أول نوع عنا اللي هو case reports and case series descriptive incidence studies اللي هي غالبا بتكون عن طريق surveillance data الموجودة في الدولة وال cross-sectional studies اللي هي أو ممكن نسميها اللي هي descriptive prevalence studies وها يعني من أشهر أنواع الدراسات واللي أنتو غالبا راح تلجأوا لها بسنة خامسة ecologic correlational studies وراح نحكي عن الفروقات ما بين هدول الأنواع descriptive studies uses أول شغلة هي display patterns of occurrence تمام بتفرجينا كيف اختلاف هذا المرض واختلاف حدوثه according to person place and time according to location according to time حقنا used for program planning يعني هي خاصة لما أنا أخذ data من surveillance موجود عندي في هذه الدولة فبتساعدني إني أعمل program واضح لهذا المرض على كل يعني على level عالي وغطي كل الدولة آخر شغلة طبعا generating hypothesis حكينا descriptive studies عبارة عن generating لا hypothesis only ما بتعمل testing أبدا الكيس report and case series هن تقريبا يعني متشابهات لكن only difference هو أنه case report أنا عم بعمل تقرير عن حالة وحدة بينما بالcase series أنا عم بعمل تقرير عن عدة حالات لنفس هذا المرض ف profile reports profile of a case or case series generating new hypothesis يعني مثلا شوف تمام فمثلا إذا أنا عم عم بعمل كيس report لأعراض جديدة يعني زي ما بتحكو نوع مرض جديد الظاهر يعني أنت مش عارفت شخصه ما لقيت تشخيص لهذا الأعراض مجتمعة هذه فبتعمل كيس report وبتقترح أنه ممكن هذا المرض يكون مثلا إله علاقة ب behavior أو إله علاقة ب female or male إله علاقة بage معين إله علاقة بlocation معين ما إلى ذلك فأنت بتعمل generating new hypothesis من report اللي أنت عم تعمل انترفيس medicine and epidemiology طبعا يعني أغلب اللي بيعملوا case reports and case series بيكونوا medical doctors أوكي يعني بيكونوا مثلا surgeon internal medicine doctor ما إله لك numerator data only هون أنا بس عم بتعامل مع numerator لأنه ما في عندي يعني فكرة واضحة عن قديش الناس اللي عم بتعاني من مثلا symptoms اللي أنا عم بحكي فيها بالcase report أو عن disease اللي أنا عم بحكي فيه بالcase report طبعا أكيد لأنه أنا بس عم بدي numerator فقط لغير أوكي بالنسبة للcase report this is the most basic type of descriptive study of individual consisting of a careful detailed report by one or more clinicians of the profile of a single patient فيعني إذا أنتوا صرتوا إن شاء الله بالمستقبل تخصصتوا مثلا بنوع معين من السيرجري من يعني سبت سبيشاليتي معين من السيرجري أو الانترنل بتصيروا تعملوا هذه الكيس report فبالcase report بيكون في عنا detailed history عن الحالة اللي أنت بدك تعمل لها reporting وغالبا هاي الحالة الفكرة فيها يا إما تكون something new تمام يا إما تكون something rare يعني في بعض أنواع الأمراض بتكون very rare فبتم يعني نعمل reporting عن أي كيس بنشوفها بالفيلد ليش عشان تصير فيها دراسة أكتر من الإبديميولوجست أوكي فمثل زي ما حكينا اللي هو فهي أخذت الأوسي عشان تعالج الإندومتريوس تمام وصار عندها بيئي عمرها 40 سنة فعملوا لها reporting ليش لأنه أول شي بيحكو لكم البيئيز are not common in this age group could OCUs be the cause يعني فهون السؤال اللي طرحوا من هذا الكيس report بيحكي لكم however OCUs is not uncommon in this age range ففي كتير نساء يعني بعمر الاربعين ممكن يستعملوا ال OCU فآخر شي بيحكي لكم are women who developed BEs more likely to use OCs than are women who do not use OCs تمام فالسؤال اللي آخر شي وصل له النساء اللي بيصير عندهم هل هن بيستعملوا أكتر ال من وما إلى ذلك فهي فهي فات بأنه أعطانا hypothesis جديدة وممكن نحن نشتغل عليها أكتر نوصل لنتيجة مضمونة بالنسبة لهذه الحالة أوكي أوكي بس شوي أكتر مثلا هون عاملين ريبورت عشان حالة أنثراكس وهي تعتبر rare cases و الريبورت اللي حكتلكم عنها اللي هي تاعة مرض الأيد طبعا أنا حكتلكم بالمحاضرة عن الكابوسي ساركوما هي يعني higher related للأيد لكن طبعا بعتذر هنا الريبورت اللي صارت عن اللي هي هاي نيوموس سيستايتس نيومونيا تمام هاي نيوموس سيستايتس نيومونيا اللي هي زي ما حكتلكم بتصير أكتر بالإميون كومبروميز أو الدرلي فكان من الغريب إنها تصير بهلثي يونج من وكانوا أغلبهم بهاي المنطقة لوس أنجلس اللي هي هاي عبارة عن نيومونيا نتيجة النوع من أنواع اليست فلما عملوا ريبورتنج لإلها قرروا إنهم يدرسوا أكتر عن هاي الحالة طبعاً أول أول إش حكينا أنه كانت عبارة عن كيس ريبورت بعدين صار أكتر من كيس ريبورت عن نفس هذا الموضوع ولآخر شي تطور لأنه صار كيس سيريز فهو فالكيس سيريز ممكن أنه أنا كطبيب أعمل ريبورتنج لكيس سيريز يعني صارت عم تيجي عندي على العياد بتتكرر لنفس الأعراض فبصير أعملها يعني طبعاً لازم تكون إشي جديد أو إشي رير فبعمل لهم ريبورتنج أو إني زي المصار اللي هي ريبورتنج لها ديفرنت سبوريدي كيس لكن هم كانوا نفس الأعراض ونفس السمتم مثل المصار هون فهم بحكي لكم إن تغير بهدول الهوست لكن كل حد عمل كيس ريبورت آخر شي جمعوهم تحولوا لكيس تيريز بحكي لكيس بحكي لكيس اللي هو بعدين اكتشفوا انه هو مرض الـ AIDS Okay however to test these hypothesis studies that evaluated if the risk of disease was different among individuals exposed or not exposed to a factor of interest was needed So زي ما حكينا من descriptive analysis أو descriptive study عن طريق الكاس report or case series رح ننتقل لأشي تاني اللي هو الـ analytical studies لحتى نوصل لـ clue أو نوصل لـ association ما بين الـ exposure والـ disease اللي احنا عملنا hypothesis عنه Okay تمام Descriptive incidence studies اللي حكيت لكم بتكون يعني أغلب الوقت من surveillance data اللي بتكون موجودة على مستوى الدولة تمام السيربيلنس data الموجودة طبعا احنا ما أخذنا مخاضرة السيربيلنس بس بشكل مختصر اللي هي بيكون عنا برامج رصد للأمراض في الدولة ممكن مثلا برامج رصد تكون خاصة بالـ infectious disease اللي هي عن طريق الإشي اللي اسمه registries اللي هي السجلات الأمراض فبالـ registries أنا بعمل سجل لكل المرضى مثلا مصابين بسرطان بالمملكة وبعدين أعمل Descriptive incidence report لهذول المرضى تمام اللي هي Descriptive incidence study عن طريق المعلومات اللي أنا زمعتها بهذا الـ registry تمام وبتقدروا طبعا تلاقي الـ report مختلفة على موقع وزارة الصحة بتتعلق بالأمراض المنتشرة بالأردن Define population Denominators from the census الـ population عندي واضحة اللي هي كل الأردن تمام أو مثلا إذا بدي أحسب مثلا الـ incidence للـ cancer cases بالـ females فقط فهون بأخذ أنا الـ cases اللي موجودة عندي بهذا الـ registry للـ cancer وأقسمها على العدد في سوري الأعداد الـ cancers اللي لها علاقة اللي صارت بالـ females ممكن أقسمها على استنصص كامل عندي وممكن أقسمها على عدد الـ females حسب إيش الـ reason اللي أنا عم بدرس فيه المهم الفكرة أنه الدين المنتر عندي دائما موجود في هاي الدراسات لأنه أنا عم بأخذ الدولة كاملة برضو مثلا ممكن أخذ age specific أخذ مثلا cancers اللي بتصير أكثر بالأطفال أو أخذ specified period of time أخذ فترة معينة أو أخذ مثلا location محدد مثلا أنا بدي أشوف انتشار الـ diaria في مختلف مناطق المملكة وين هي بتنتشر أكتر فممكن مثلا ألاقي إنها هي بتصير أكتر بالشمال من جنوب المملكة وهكذا فأنا بقدر أحدد الفاكتر اللي أنا بدي أدرسه أو بدي أشوف يعني العلاقة اللي ممكن تصير ما بينه وبين disease اللي بهذا surveillance system فزي ما حكيت لكم في كتير reports نتيجة هذا surveillance data اللي عم بتجمعها الوزارة الصحة بتقدروا تلاقوها على موقع وزارة الصحة أوكي تمام في عنا إشي تاني من descriptive studies اللي هي ecological أو correlational studies وهذه بتدرس exposure and disease at aggregate فتدرسوا على مستوى الدولة كاملة أوكي والdata اللي بتصير بالecological studies هي عبارة عن إني أنا آخذ مثلاً قديش بيصير هذا المرض عمستوى الدولة أو الgroups مش الindividual يعني أنا ما عندي معلومات خاصة بكل individual لوحدة So unit of observation هي عبارة عن population كاملة limitation طبعاً no individual link of exposure and disease تمام لأنه حكينا إحنا أصلاً ما بناخد معلومات خاصة بالindividuals الأدفانتج لهذا النوع من الدراسات هي quick لأنها أصلاً data موجودة عندي فبكل بساطة أنا بحطهم على x-axis والy-axis وعلى طول بطلع للcorrelation لا exposure والdisease تمام و inexpensive أكيد لأنه كل شيء موجود عندي ومتوفر والdata available زي ما حكينا لها دايماً بغالب بتكون من surveillance موجود عندي data أصلاً أنا جمعتها لعدة أسباب primary disadvantage لإلها aggregate association may not equal individual association تمام فاللي بيصير بالecological studies إنه أنا بيكون عندي اللي هو y-axis والx-axis الy-axis هون بيكون عندي اللي هو dependent variable dependent variable وهون بيكون عندي independent variable أوكي الdependent variable اللي هو المقصود في outcome اللي أنا بدي أدرسه تمام أو اللي هو effect يعني مثلاً disease اللي صار عندي فالإشي اللي أنا يعني الإشي اللي صار نتيجة ال-independent factor تمام اللي هو إيش ال-independent factor اللي هو عبارة عن cause ولا أي شي أوكي ال-cause تمام فال-independent factor هو عبارة عن المسبب أو بمصطلح آخر variables variable that change أوكي عم بتغير بتغير مثلاً مثل مثلاً عم نحكي عن هون ال-independent variable ممكن يكون اللي هو outcome اللي احنا عم ندرسه مثلاً 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 عم نحكي عن sugar level عم نحكي عن مثلاً كمان عنا اللي هي مثلاً ال-consumption أو sorry ال-smoking مثلاً ما إلى ذلك أوكي فيعني مش كتير مطالبين بهاي المعلومات بس اللي بيصير أنه أنا رح أسقط معلومات هذا ال-dependent variable عندي أوكي اللي هو زي ما حكينا ممكن يكون occurrence للمرض مع ال-independent factor بيصير في عندي relationship أوكي فهاي مثلاً ال-relationship يعني أنه كل ما زادت الكيسز تاعة المرض X بيزيد عنا ال-exposure ال-independent factor الموجود عندي فهي المقصود بال-ecological studies أو ال-correlational studies فهذا يعتبر يعني positive correlation okay تم ال-end of secondary usage to the trend in blood cancer rates in the United States فال-Bloodder cancer rates اللي رح تكون عنا على ال- شو اسمه هذا ال-Y axis هون اللي نعتبرها dependent variable وال-secure usage السكري هون رح يكون عندي هو ال-independent variable اللي رح يكون على ال-X axis هون فممكن هاي العلاقة تتشكل مثلا ممكن يكون positive correlation عم بيزيد فال-incidence لل-Bloodder cancer يعني نستنتج نعمل generating لل-hypothesis إنه زيادة ال-incidence زيادة ال-consumption للسكري usage سوري زيادة ال-usage للسكري ممكن يؤدي ل شوي بالله نرجع فالزيادة اللي هي السكري usage قدت إلى زيادة ال-incidence لل-Bloodder cancer تمام فهي هو المقصود بهذا النوع من الدراسات اللي هو correlation studies أو ecological studies وطبعا ممكن هاي العلاقة تكون كيف بالعكس خلينا نستعمل لون ثاني عشان ما نتخربط هيك ممكن تكون هاي العلاقة هيك اللي هي negative correlation ف كل ما زاد ال-usage للسكري قلت ال-incidence تاعة ال-Bloodder cancer أوكي فممكن شو نحكي إنه السكري نيوزج ممكن يكون عبارة عن protective against the blood cancer ممكن هيك نستنتج أوكي فهاي هي فائد ال-correlation studies تساعد بإننا نحمل generating hypothesis على مستوى ال-population تساعد 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 and ecological study correlating these country rates with industry concentration data revealed that the lung cancer mortality was elevated in countries with paper chemical petroleum and the transportation industries فهن يعني رجحوا انها علاقة زيادة lung cancer مع نوع ال-industries اللي موجودة this study هاي بساعد that lung cancer in certain coastal areas was associated with ship building يعني هون رجحوا كمان لسبب آخر بال coastal areas there was a need to test this hypothesis to prove that association حكينا لما احنا بنا نعمل testing رح نلجأ لل analytic study سواء case control cohort وما الى ذلك هون عملوا هني case control study ولاقوا انه اللي هي في عنا علاقة أو association confirmed the association between ship building and lung country هو سببه غالبا ال-asbestos exposure واذا بدنا نرجح انه السبب مية بالمية ال-asbestos exposure بدنا نعمل اللي هي مش case control cohort study okay but although correlation studies might be inexpensive sorry mean for generating hypothesis yet one should be cautious in drawing conclusion regarding individual risk based on group risk because data on individual behavior that may influence risk have not been collected this may cause ecological fallacy تمام هاد نوع من انواع اللي هي البياس اللي ممكن تصير عنا بال ecological studies اللي هو اللي هو انه يصير في عنا خطأ بالمقارن اللي ما احنا قارننا يعني ممكن عن جد يكون في عنا مثلا احنا حطينا العلاقة هون على هذا ال y axis وال x axis طلعت عن جد في عنا positive relationship لكن فعليا ال independent وال independent ما لهم اي علاقة مع بعض بس هاي كانت عنا بالصدفة هاي العلاقة نجد اوكي فهذا ecological fallacy فمثلا ممكن نلاقي بالصدفة انه الحوادث السير عم بتزيد مثلا اه 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 القينا انه الحوادث السير بتزيد اكتر مع مثلا السيارات اللي لونها ابيض ففعليا انه احنا ما في علاقة بس ممكن عن جد تكون تزيد بس فعليا يعني ما في علاقة حقية تربط هذول الشغلتين مع بعض فهذا هو ال ecological fallacy هون example عن for ecological analysis اللي هي incidence of rectal cancer مع هذا اللي هو ال dependent factor عنه وال annual per capital per bear consumption هذا اللي هو ال independent عنه اللي هو حكينا شو هو ال cause أو variable that changes يعني incidence هون ممكن كل مزاد incidence تتغير عنا consumption rate ل ال beer فهون طلعت عنا العلاقة with positive correlation ففي عنا زيادة بال incidence مع زيادة ال consumption ل ال beer طبعا نقدر نرجع نعمل testing لهذا الhypothesis عن طريق analytical studies آخر موضوع عندي بالمحاضرة هو cross-section studies وهي زي ما حكيت لكم أكتر شي common ممكن تستعملو بالresearch اللي هي تعتبر prevalence studies وهي عبارة عن snapshot of well-defined population اوكي snapshot يعني أنا مثلا هسا وزعت عليكم survey بدي أخذ المعلومات هسا منكم اوكي فهي عبارة عن زي snapshot او مثلا بدي أخذ معلومات عن كل الدولة رحت عملت survey خلال مثلا مدة شهر أخذت مثلا قديش في عندي حالات DM قديش في عندي حالات hypertension أخذت كلها يعني خلال شهر فأنا بعتبرها زي snapchat أخذت فكرة عن DM وانتشاره في الأردو اوكي الwell defined population طبعا لازم تكون عندي هاي الpopulation معروفة مثل مثلا samples اللي أخذت طرق اللي هي أخذ العينات أو اللي هي يعني مثلا ممكن تكون هاي sample عمستوى الدولة ممكن تكون عمستوى الكلية ممكن تكون عمستوى فقط طلاب الطب ما إلى ذلك حسب samples اللي أخذت أنواح كان classify exposure and disease at same time بتحدد لنا exposures يعني بتفرجينا قديش الprevalence للexposure والprevalence للdisease بنفس الوقت وهاي تعتبر برضو من المشاكل يعني سوري تعتبر مشكلة عند cross-sectional هس بنشوف لش capture all existing disease zero surveys capture asymptomatic cases اللي هي هادي نوع من أنواع الدراسات بتكون عن طريق labratories بعملوا surveys للأمراض فممكن تكتشفلنا اللي هي asymptomatic cases مش مطلوبة منكم لكن هي capture all existing cases هاي الفكرة منها مثلا أنا لما عملت مثلا زي لما احنا عملنا الدراسة اسمها supply survey اللي هي درسنا فيها يومها الأمراض الـ NCDs على مستوى المملكة طبعا كانت بتعاون مع WHO فاللي صار انه احنا رحنا على البيوت اللي هي طبعا الـ will-defined population عن طريق اللي هي sampling method و دخلنا عليهم طبعا في الأسئلة كتير نسألت لهم وبالآخر شو عملنا اخدنا اللي هو عملنا random blood sugar تمام ف random blood sugar وقت هصلنا في لنا مين انه ممكن يكون يعني ممكن يكون عن جد عنده DM لكن هو اسم تمكنك مش عارف عن حاله و فرجتنا يعني قديش الليفل تاع DM وبنفس الوقت برضو عرفتنا مين يعني non-case ومين non-case ل-DM وnon-case لل-Houbert tension واتسرا فهي يعني هي فكرة cross-sectional surveys الأدوانتج لها طبعا هي quick inexpensive and useful هي very useful صراحة انك انت تعرف تصنيفات ال-exposure وال-diseases وال-demographic factors ما إلى ذلك ال-disadvantages لها هاي حكت لكم اللي هي at the same time هون بتصب بال-disadvantages اللي هي uncertain temporal relationship فهون هي ما بتوضح لي مين إجا أول هل ال-exposure هو اللي أدى لل-disease واللي صار ال-disease بعدين صار عندي ال-exposure عرفتوا فهي ما بتوضح الفكرة بالضبط ما بين ال-exposure وال- شوي بطا اشتركوا في القناة تمام بعتدر اوكي يعني مثلا انه عم ندرس احنا ال-dm ماشي فلقينا انه كل اللي عندهم ال-dm مثلا عندهم obesity بنفس الوقت فأنا ما بعرف هل ال-obesity سببت ال-dm ولا ال-dm سبب ال-obesity ومين اللي اجا قبل فأنا ما بعرف هذا اللي شي طبعا لحتى اعرف ومية بالمية لازم ألجأ لل-analytical studies وفي اشي اسمه survivor effect هذا survivor effect الفكرة في انه يعني اصير انا اركز اكتر على الناس اللي who survive the illness فمثلا انا عم بدرس نوع cancer وهدول ال-cancer في يعني مثلا اللي هي نسبة انه survivor لقيله جدا عالي وانهم في علاجات متوفرة لقيله وانه ممكن يطيبه بشكل كتير منيح فممكن يطلع عندي انه نسبة هذا cancer جدا عالية لانه هدول كلهم survived لكن فعليا ممكن cancer تاني يكون نسبتك جدا اعلى لكن شو مشكلتهم هدلاك المرضى بيموتو دايما لانه ما في عندنا cure لقيله ما في يعني fatality rate لقيله عالية جدا فهدلاك المرضى اللي بيموتو اكتر ممكن انا ما اضغطهم بهاي ال-snapشت تفهمتوا علي فمثلا هاي عندي انا عم بعمل snapchat لهاي ال-population فهدول المرضى المرضى اللي باللون الاخضر هدول نقاط 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 طبعا مش همتطلع نقاط هدولا كلهم survival اوكي يعني كلهم تشخصوا بهذا المرض لكن كان هذا نوع cancer لطيف و cure متوفر فكلهم عاشوا اكتر وبيّن عندي انه هذا المرض صار اكتر لكن بنفس الوقت في عندي مرض تاني بهاي ال-snapchat اللي اخدتها لقيت منه بس common case اوكي بس هدول ال-caman case ما بيعبروا عن incidence rate لهذا المرض بشكل صحيح ليش لانه هدولا بالمقابل هون في عندي عدد كبير منهم ماتوا تمام فبسبب survival rate هاد بيّنوا اللي باللون الأخضر ال-incidence rate وال-prevalence بتاعهم جدا أعلى من جماعة اللون الأحمر اوكي سوري عم بحكي عن prevalence مش incidence سوري فهون ال-prevalence بيّن أكتر من اللاس اللي لونها أحمر لكن كان السبب due to survival effect اوكي وفي عنا كمان من المشاكل تاعت cross-sectional هي non-response وهذا رح تشوفو لما توضع surveys إنه ممكن يعني تكون متوقعين إنه 400 500 تلم data لكن فعليا بيكون في عندك non-response على هذا السلبي اوكي تمام فال-exposure and disease stasis are assessed simultaneously among individuals and I will define population simultaneously يعني ما في أي temporal relationship between them cross-sectional surveys while easy and rapid to accomplish they don't establish a temporal sequence of events necessary for drawing causal interference conclusion conclusion that elevated cholesterol increase the risk of coronary heart disease ممكن هذا عن جد يكون حقيقي وممكن لا لأنه بالآخر أنا ما عندي ما عندي التemporal relationship بنتهم لكن هي عملت generating للhypothesis اللي ممكن أرجع وأخذبرها what's only be demonstrating increase بالcoronary heart disease in people with previously elevated cholesterol that cause interference about the relationship may be drawn طبعا في عنا strength and limitation these studies generate a lot of data لأنه أنا ممكن أجمع كتير variables بنفس session و limitation تحت temporal relationship between exposure and disease can't be defined هاي من أهم limitations ل cross sectional studies تمام هون بنوقف إن شاء الله وبنكمل المحاضرة القادمة أطيكم العافية